عودة لعشرة صفحة في الأهل أهلا بكل حضراتكم في أولى فقراتنا الحوارية وفي الفقرة دي حنفتح ملفات كتير كلها متعلقة بالدوريات الأوروبية المختلفة وإن كنا أكيد بطبيعة الحال نظرا للدنيا والعة في إنجلترا وفي أسبانيا وفي إيطاليا فطب بطبيعة الحال حننكلم عن التلات دوريات دول هنتكلم عن اللي بيحصل في الدوري الإنجليزي والدوري الإيطالي وخروج لبرفول من كأس الاتحاد وإقالة مدرب أفرتون وغيرها من الملفات اللي حنفتحها مع ضفنا العزيز الأستاذ محسن نملوم الناقض الرياضي يالصباح الخيرات على حضرتك وأهلا بي أخبارك كله تمام ليفربول رايح فين وجاي منينا أستاذ محسن وإن اللي بيحصل ده يعني سبنا الرحمن الرحيم ليفربول طبعا موسم سيء جدا هو موسم صفري بكل تأكيد طبعا هو الكلام ده سبق الأوان لأنه ما زال عنده بطولة دور أبطال أوروبا مشارك فيها لكن بالمنظر ده يعني مش هياخد جال وفيد ريال مانريد زهابا إيابا وكمان الدور الإنجليزي هو في المركز التاسع دلوقتي والمفارقة الغريبة أنه هو بين وبين الأول تقريبا أكثر من 20 نقطة اللي هو أرسنال لكن بين وبين الأخير تقريبا 15 نقطة يعني هو أقرب للأخير من الأول طبعا حاجة سيئة جدا بالنسبة لفربول اللي هو السنين الأخيرة إذا كان خدت دوري مرة لكنه حتى كان بيخسر الدوري بفرق نقطة وبيخسر الدوري مش بفرق نقطة كمان يعني السنة الموسم الأخير خسر الدوري في آخر عشر داق من عمر الدوري المباراة كان متلعب في نفس التوقيت هو والسيتي والمباراة راحت وجدت والسيتي كان مغلوب اتنين وهو كان متقدر طب الموسم ده إيه اللي حصل فوصل لللي وصل له ده والله حاجات كتيرة عوامل كتيرة أولها يعني الناس كتير بتتكلم مثلا غاب سادي وماني أو راحل سادي وماني لا الموضوع مش فكرة راحل سادي وماني طبعا سادي وماني لعب مهم لكن الجداد ماخدوش لسه التوليفة اللي هو الانسجام ما بينهم يعني نونيس تحديدا يعني بيهدر فرص غريبة جدا 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 ضيء على الليفربول السنة دي انتصارات كتيرة يعني لو كانوا نونيس وفق في الأهداف اللي هو أهدرها كان ترتيب الليفربول كان كده يختلف يعني بقات شوقت المأساة نواي نافس لا المشكلة عند الليفربول أو محب الليفربول تحديدا ان هو الفريق مش هشارك أصلا في بطولات أوروبا السنة الجاية يعني لا دور الأبطال مش هيبقى في الرباعي طبعا الزهبي أو المربع الزهبي ولا هيبقى في اليوروباليج وربما لا يلحق ببطولته المؤتمر اللي هي يعني يعني تالت أقوى مش أقوى هي تالت بطولة كده أوروبية ده شوية كده وهيلعبوا في الممتاز به بالضبط يعني بالضبط شامبيون شب فالموضوع بالنسباله بقى كاريسي دي جوزء منه إنه هو مش فكرة زراحيل ساد يومانية لكن فكرة عدم الانسجام جدد يعني ما بيدخلوش مع ما تمش استيعابهم مع الفريق القضام أصبحتوا للأمانة طبيعة الوانتو اللي كان حاصل ما بين ساد يومانية ومحمد صلاح ووحفتيهم في مركزه نتجعانهم خير كتير مع فرمينو مثلا فرمينو كمان المثلث بتاعهم كانوا فرمينو مش موجود تماما يعني هو زا كان ليفربول فقط ساد يومانية فقط ساد يومانية فقط فرمينو اللي هو موجود مع عباس ما يبقى مش حاجة مش موجود مش ده اللعب اللي هو مفرقش خالص مع فريق ليفربول مش موجود خالص صلاح السنة اللي فاتت يمكن الفريق كان برضو مستوامة زبزب بس هو كان شايل الفرقة بكل أمانة السنة دي خلق مش موجود مش 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 موجود عشان هو ضعيف لا يعني المنظومة كلها نزلة يعني حتى ايه يعني استكمالا اللي كده هتلاقي حتى المدرب بيورجن كلاب عنده معضلة أو متنازمة السنة السبعة هو دايما عنده السنة السبعة في التدريب بيقع تماما حصل قبل كده مع لما درب ليبزيك وحصل لما درب بروسي دون توم لعنة السنة السبعة فهي للأسف موسم يبدو صفري هو طبعا يعني عزول صفري بس مازال في الدورة طبعا مستحيل يصل مستحيل يكسب ده هو بالكاد هيبقى إنجاز بش هو كده كده صفري في نظر محبي لبركول الكلوم الديين هو انتهى انه يفقد البطولتين اللي هو حامل لقابهم كسر الاتحاد وكسر ربطة كان وصيف الدوري بفريق نقطة هو بعيد خالص على المربع الزهبي والمركز السادس وبالمنظر ده شكله مش هيقرب لانه حتى لما تبص النوع هو المركز التاسع بس مثلا ايه هو يفرق على المركز العشر تشيلسي بعديه بس هو الفرق ما بينهم فرق أهداف بعد كده يعني مثلا فقد صلاة نقاط لليفربول بتؤدي مثلا المركز الحداشر للمركز التناشر فهو المشكلة إنه هو يحاول يعني يحاول يحافظ على نفسه لأنه طبعا واضح إن اللعنة كمان ما بقيتش على ليفربول الفريق على ليفربول المدينة إنه هو كمان معالي إيفرتون اللي اتنين مع بعض ضيعين تماما ليفربول هذا الموسم بتعاني في الوقت مثلا مدينة منشستر بتتقلق عارف أنت الصراع ما بين مدينة منشستر ومدينة ليفربول فمدينة ليفربول بتعاني على المستوين سواء ليفربول ولا حتى إيفرتون بالنسبة ليفربول الوضع صعب جدا 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 ده بالنسبة لليفر بول بشكل عام. طب تعالوا بقى نركز بكلامنا على اللي يخصنا. محمد صلاح اللي كان مولع الدنيا بالمعنى الحرفي طول السنين اللي فاتت. يعني حتى سكان ليفر بول مش مجرد اللي بيتابعوا الكورة فيها يعني بيتغنوا بيه وباسمه وبنجحاته. إذا كنا نحنا نفسنا كلامنا هيختلف. السنة فتاك كنا بنقول لابد أن محمد صلاح يبقى في ليفر بول ويجدد. هو بالفعل جدد. طب هو الراجل جدد صحيح. ايه بالضبط لكن. لغاية عشرين خمسة وعشرين كمان. اه بالشكل ده الوضع صعب جدا يعني انا يعني مش عايزين نرجع في كلامنا بس عايزة اقول لا لو الدنيا تفضل كده الافضل صلاح يشوف نادي تاني يعني. يعني نرجع ونقول يا ريتو كان ما كانش جدد. ما حدش كان متوقع ابدا ان ليفر بول ينهار بالشكل ده يعني. طب هو دلوقتي عقده جديد ممتد لسه. اه اه. لسه فاوله. انا فاهم يعني بقى. اعتقد ان لو استمر الوضع على ما هو عليه ليفر بوليا انجاز التعبير. صحيح. فكرك محمد صراحة يقرر انه يرحل. اكيد. ولا ممكن يقول لك اكمل. لا هو يكمل في حالة واحدة بس الموسم السندي طبعا يعتبر منتهي. في حالة السنة الجايها بقى شكلنا ايه. الدنيا فيها هل في تغييرات. لا لو استنى للسنة الجايه بشكل ما هو كمان اشهمه هتنزل. مش يستنى لا. هيشوفوا رؤية الموسم اللي جاي. يعني بتبقى ايه. حضوء الموسم الحالي. اه. مع اقتراب الموسم. مثلا ايه. وده غالبا اللي يحصل هيخسر مثلا من ريال مدريد في درعبطال اوروبا فهيخرجه. فمع الموسم بقى يبتدي بقى فيه رؤية للإدارة النادي للسنة الجايه. ان مثلا خلاص رحيل يورجن كلاب بقى صباحة وشيكا فيه مدرب جديد. مثلا يعني المعارشة اللي ممكن يحصل. يتم رصد بعض اللعيبة. يستغنوا على اللعيبة فيبقى ملامحها بينة. لو كانت الملامح دي موجودة على ضقها محمد صلاح هيكرر في اللي يتعاقده مع المدرب الفلاني. ممكن يجيبوا اللعيبة كذا كذا. الحال ده ممكن يمشي. لكن لو ما كانش ده موجود خلاص رحيل محمد صلاح يعني لازم يكون حتمي بصراحة يعني. لما ينفعش يستمر بالشكل ده. يورجن كلاب يعني كان لفترات طويلة جدا. هو كمان بيتغنى بمحمد صلاح. ويكتب فيه شعر بالألماني. لكن في ناس خدت تصريحات يورجن كلاب في الفترة الأخيرة. وكأنها شبه انقلاب على محمد صلاح. وفي ناس تانية شافتها كشماعة يعلق عليها إخفاقات وهو الشخصية. هي شماعة. أقرب لشماعة طبعا. لأنه صعب أن نتهم محمد صلاح في اللي بيحصل ده كله. لأنه مش محمد صلاح اللي مستوى نازل. لا هي الفرقة كلها مستوى نازلة. يمكن مثلا فرمينو مش من السنة دي. فرمينو من السنة اللي هي عشان اتكلمت عليه أكتر. لأنه هو المثلث اللي كان موجود بتاع صلاح فرمينو وصادي وماني. لما رحل منهم أحد الأضلاع. مفروض ان عندك اتنين. لا كمان التالي مش موجود اللي هو فرمينو. عشان كده يمكن اتكلمت على فرمينو. لكن هو بشكل عام. الفرقة كلها هبطة 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 رهيب جدا. حتى نونيز اللي هو الناس بتكلمت بقى انه هو هيبقى يشيل الفرقة في الفترة اللي جاية. ولكن بقى اهدروا الفرص بقى مصخرة بكل أمانة. يعني باللفظ يستحقه تماما. حتى كنا قلت الحركة قبل كده انه هو كان عملين له فيديو. سوري كاريكاتير موجود في السوشال ميدا الإنجليزية. انه هو واحد محكوم عليه بالاعدام رامي من برصاص. بقول له طلبتك قبل ما تموت. قال له من نزل يضرب عليها الرصاص. انه مش هتيجي فيه طبعا. في إشارة طبعا الناس يعني. جامدة جدا. اه جامدة جدا. حلمك ايه قبل ما. اخر حلمة يعني اخر اميتك ايه. هاي بقى الخلاص. انه ينزل يضرب عليها الرصاص. خلاص. هو عادي اللي بيحصل معاته الفترة الأخيرة دي. يعني. في حاجة مش بظبوطة. غريبة. غريبة غريبة. ياتباش فاهم محتاج يكشف نظر. ولا محتاج يعني يعني يزبط زوايا. يعني العطل فيه. سبحان الله تخلى. يا حركة. بس كلمة لو كانوا سجل الأهداف دي كل اللي اهضرها لو سجلها. لا ليفربول. لكان خرج من كسر اتحاد ولا كسر ربط. طبعا. ولا كان يبقى ترتيبه التاسع. ولا كان يبقى ترتيبه التاسع. على قل المربع الزهبي. فهو الانهيار بتعليفربول جاء قاسم للزهر. يعني مرة واحدة نزل. طب كشماعة بقى مش كان باب اولى ان يورجن كلاب يعلق الاخفاقات دي. بس ان هي باينة قوي عند الونيس فمش محتاجة يرمي الشماعة. لكن هي عند صلاح وبيتكلمنا طبعا ده برضو من قيمة صلاح. انه هو قيمة السنة اللي فاتت صلاح شايل الفرقة. يعني صلاح احد اسباب ان الفريق يبقى موجود السنة اللي فاتت في مربع. موجود السنة دي في الدور الابطال. بس التصريحات دي برضو ممكن توجد حساسية غير مسبوقة ما بين محمد صلاح وبين يورجن كلاب. من الناس كتتحبى حب يورجن كلاب لمحمد صلاح أصلا. ما نعرف ما هو أسداء نجم الفريق محمد صلاح وده مدرب الفريق برضو هو نجم برضو يورجن كلاب. فعشان كده يعني ايه الاتهامات راح لهم هما في الأول. هما رقم واحد ما الفرقة كلها واقعة. بس دايما الكلام على دول يمكن الكلام كان برضو موجود على النونيس أكتر. لأن النونيس طبعا انت جايب مهاجم وواعد وصاعد مضيع لك الدنيا كلها. لكن يمكن عشان بس قيمة محمد صلاح كان نجم الفريق. وهو طبعا نجم الأوحد دلوقتي للفريق محمد صلاح حتى إذا كان ساد يومني كان موجود بيأخذ يوده مع بعض. لكن دلوقتي هو بقى الوحده. فعشان كده يمكن الحسادة موجودة. أعتقد صلاح على ضوء الليلة الحركة عليه في نهاية الموسم. لما الموسم يقترب هتباني الرؤية في السنة الجاية. هل يورجن كلاب مكمل وفيه تغييرات ولا هل الدنيا كلها تتغير؟ هل يورجن كلاب مكمل وهل صلاح مكمل كمان محمد مترقبين. يهمنا طبعا محمد صلاح أنه هيشوف هيعمل إيه السنة الجاية على ضوء نهاية الموسم ده. لأنه طبعا ممكن ولما لا ليفربولي يعني ينطفد في دوري أبطال. على الفكرة عملها قبل كده كتير يمكن خد دوري أبطال 2005 وكان مشارك في دوري أبطال 2007. وكان في الدوري ما بيخدش حاجة يعني. يعني دوري من 91 لحد 2019 لما خد الدوري 30 سنة. ما خدش بس كان بيشارك في دوري أبطال أفريقيا وبيصل للنهائي. فممكن يعمل ده فهتكون دي النواء اللي يبتدي يبني عليها تاني ليفربول. ولو أنه برضو بصراحة صعب صعب جدا. لأنه هتقول لي مثلا ريال مدريد حتى إذا كان مستوى متزبزب بس يبقى ريال مدريد. في دوري أبطال أوروبا يختلف تماما عن أي ريال مدريد في أي حد. لكن في دوري أبطال أوروبا دي البطولة بتاعته. فعشان كده دي المبارادي هيتوقف عليها مصير ليفربول ومصير يورجين كلاب ومصير صلاح وليفربول عمتا في السنة الجاية. ومصير نحن كمان كمشجعين ليفربول لما نشوف وضعنا. ومشجعين لصلاح في المقام الأول. يمكن نتوجه بعدها لتشجيع باريس سان جرمان في حال ما إذا صدقت التنبؤات والتوقعات بانتقال محمد صلاح لي. ممكن ممكن يحصل ولما لا. وتبقى الهدف هنا طبعا برضو استكمالا للكلام عن باريس سان جرمان هو طبعا عمرهم ما بيجيبوا لعيبة عشان ندور الفرنسي. دور الفرنسي هذا موضوعه منتهي. وهمه الأول والأخير هو منشستر سيتي دوري أبطال أوروبا. طبعا ومش عارفين يخضوه لأن مازال المال مش قادر يقتحم الموهبة أو مش قادر يهزم الموهبة في دور أبطال أوروبا. فهم طبعا جابوا ميسي جابوا نيمار اللي بابيه عندهم فما يجيبوا كمان صلاح يعني أكيد طبعا هتفرق معهم كتير. أعتقد ممكن ممكن الصفقة دي ممكن تتم. هي فكرة أن فريقك يبقى مدجج بأسماء تقيلة بالشكل ده. إحنا شفنا في الأول خالص بعد عملية جلب الأسماء الكبيرة دي لباريس سان جرمان. شفنا عدم تجانس لفترة من الفترات. وبعدين الناس كتبت لها قادة تتفرج على أي ماتش باريس سان جرمان. وهي عارفة أن الماتش هيخرج 17 صفر لباريس سان جرمان. ما يلاقوش أن ده بيحصل. لأنها برضو بتبقى نعمة ونقمة يمكن. هي بتبقى محتاجة هنا بدور أكبر للمدير الفني. مش اللعيبة. القصة دي كانت موجودة مثلا في بداية الألفية في ريال مدريد. أما كان فلورتوني باريس رئيس النادي كان عامل عقد اللقالق. سلسلة اللقالق. عقد اللقالق في ريال مدريد. لما كان بقى لويس فيجو وروبورتو كارنس ورونالدو وزيدان. رونالدو كبير على الظاهرة. وزيدان ووراء أول جونزالس. لأ كانت فريق غريب جدا. بس برضو كان فيه الحتة دي إلى حد ما كنت. تلاقيت الله جدا يكسب برشلونة أربعة. وينهار جدا يخسر برضو برشلونة ثلاثة. كان غريب برضو. السواء كان رائح جاي. هي لما تبقى الفرقة فيها نجوم كبار وتقال بالشكل ده. غرفة الملابس بتبقى عابلة زيال. لازم يبقى فيه مدير فني قوي. كان موجود الشيء بالشيء يسكر. وحنا في قناة النادي الأهلي. 2005 النادي الأهلي. لما كان جاب الفريق القوي جدا. اللي كتسح بقى أفريقيا سنوات كتيرة. وسيطر على البطولات المحلية. وكان تلاقي كل سنة دوري وكاس وصوبر محلي. وبطولة ضرق أفريقيا وكاس عالم الأندية وصوبر أفريقيا. كان كل موسم بياخد له من خمس لست بطولات. وإن فقط حاجة كان بتبقى استثناء. كان موجود ساعته واحد اسماني. والجزيء قادر يسيطر على الخوكبة دي. غير كده لا ما ينفعش. لأن عندك تخيل مثلا في الجنب اللي مين. في وقت من الوقت كان بركات وراء وإسلام الشاطر. الاثنين يعني نجوم على بعض. يعني ما تعرفش مين نجم على مين. فلازم الحتة دي محتاجة سيطرة. فباريسان جرمان يمكن عشان كده أقل. كان عنده متغيرات كتيرة في الجهاز الفني. أخيرا وجد في جالتين. اللي هو المدير الفني بصراحة ضلته. أعتقد هذا المدرب بالتأكيد. مش أعتقد هو بالتأكيد. قادر يسيطر إلى حد كبير على جرفة ملابس فيها ليلول ميسي. أعتقد لو حصل وصراح راح. طبعا أكيد صبرت كبير جدا للفريق. إنه ممكن ياخد دورة أبطال أوروبا. طيب. خلينا في أوروبا برضو. وتعالي بقى نروح من إنجلترا لإيطاليا. والدنيا برضو والعجامد هناك. أشوف إيطاليا. يعني خلنا نكلب بكل أمانة هو حق ونصيب. وعاد لربنا إن نابولي يأخذ البطولة بكل أمانة. يعني التخالي النهاردة لسه دورة مخلص. فريق 13 نقطة فريق نابولي. وفريق مرعب. فريق نابولي فريق مرعب يعود في الفضل. مش للعابته. للمدير الفنين لوشاني سبالتي. الشخص القوي جدا. ده بقى قوي فعلا. قولا وفعلا وكل حاجة. ده بيدرب أصلا. يعني ده بيدخاني. محدش بياخد معايا. محدش يلوم حد يتغلب من نابولي السنادي. يعني نابولي في حتة تانية. كون روما يتغلب طبعا هو مغلوب على أرضه أصلا. في الدور الأول يعني مغلوب على أرضه من نابولي. وجات غلب تاني. بس روما يعتبر بيترنح بقاله فترة بالمقارنة بروما زمان. لا هو روما عنده مشكلة. ان هو نادي كبير بس بلا بطولاتي. يعني ما بياخدش بطولاتي. دي مشكلة. بس هو طبعا يعني يمكن السنوات الأخيرة كان اسمه عالي. لأنه كان فيه طبعا الوافي جدا توتي. اللي هو ملك روما زي ما بتقال عليه. ان هو مرحش في أحده ورفض وقعد في النادي. بس هو في النهاية يمكن السنة اللي فاتت بدأتها. مع الفريق في وجود واحد زي مورنيو. ومورنيو خد معهم آي نعم بطولة المؤتمر. اللي هي مش بطولة قوية على حاجة بس خدوا بطولة. وبطولة أوروبية معترف بيها. لكن يعني حسنا فعلت الإدارة انها جابت بصراحة مورنيو. مورنيو في ميزة يمكن حتى صحيفة لجازيتا أو تيتو سبرت. مش متذكر خدت صورة لمورنيو ومسكت تلفون. وكتبت عليها كده برونتو سونو مو. يعني صباح الفون. أنا مو. أنا مورنيو. لأنه هو بيجيب اللعبة كده. يعني هو بيجيب الجب دي بالا جب. مجرد الجملة دي كتيلة من الصفقة التيم. بالضبط. حتى وجب صلاح كده في تشيلسي لما كان في تشيلسي. وصلاح كان في بازل. كلمه هو حتى صلاح قال مورنيو يكلمني. يعني بيجيب الرقم ويكلمه. فعشان كده بدأت يعني بدأ روما يطلع. كان ممكن روما السنة دي يعمل حاجة. لكن حظ العسر في وجود أفضل فريق موجود لنابولي من بعد ماردونة. يعني من 30 سنة ما حصلش الفريق ده في نابولي. يعني نابولي آخر دوري يخده كان سنة التسعين. في وجود ماردونة. يمكن السنة دي استلهم روح ماردونة من تسمية الملعب. من شامباولو إلى ملعب أرماندو ماردونة. ديوجو أرماندو ماردونة. فارجع تاني أخذ الدوري. فطبعا واستحق الدوري. المشكلة كمان في إيطاليا مش في قوة نابولي. في انهيار حامل اللقت. غريبة جدا. فريق آخر 3 ماتشاط مغلوب. 3045. ليه في رأيك؟ سبحان الله يعني هو لغز. أنا نفسي مش عارف. هل في تراجع في مستوى الأداء؟ هل هي المنظومة كلها؟ يعني ما عرفش هو. هو الفريق السنة اللي فاتت خدد الدوري عن جدارة وقتناعه وقوة وكل حاجة. وشارك تاني في دور أبطال أوروبا. وكان فريق قوي قدر يهزم الغريمة التقليد المنافس بتاعه الإنتر. فريق الإنتر ابن المدينة. لكن هو السنة دي ما تشوف مثلا في السبر الإيطالي. فما تتغلب من الإنتر ب3-0. المرش غريب جدا. بعدين رايح للاتسيو في الدور يتغلب 4-0. بعدين جاء تغلب على الأرض ومش من يوفنتس ومش من الإنتر. لا تغلب من ساسولو خمسة اتنين. ده نتائق الكارثية. اخر 3 مرشات خسرانهم. يعني المارش الجاي تجرب ستة وآخرت ستة مارشات ما تسيبش أصلاً في كل بطولات فهو واضح أن العملية هو عمل زي اللي فاربول كده يعني العملية تدمرت بالنسبة له تماماً يعني واخد كمبلا فطبعاً أكيد أبرز حاجة في إيطاليا انهيار ميلا حمل لقبه هذا الفريق العريق اللي هو على فكرة لقبه عملاق أوروبا لأنه هو تاني أكتر نادي في أوروبا حصل عدوار أبطال بعد ريال مدريد هو سبع بطولات أيام ما كان الريال تسعة يعني تسعة سبعة دلوقتي الريال أربعتاشر هو سبعة زي ما هو هو عملاق أوروبا فريق طبعاً يعني في وقت ملأوقات يمكن سنتين واربعد حصلت ما حصلتش فريق تاني إنه تلاتة المرشحين للكرة الزهبية من نادي ميلا سنتين واربعد سنتين واربعد وآيام طبعاً الجيل الزهب دي فيها برضو الدلالة يعني أكيد كان كان كلمة سر في ميلا بيرلس كوني سيلفي بيرلس كوني طبعاً كان رئيس الوزراء الإيطالي اللي هو كان مالك اللي دي اللي كان طبعاً بيعني كتل ميلا كلها بتاعته فكان بيقدر يعمل اللي هو عاوزه وكان بيقدر يجيب صفقات عالية جداً فكان ميلا مكتسح أوروبا للأسف بعد ما شارئه كتير من ميلا خسر كتير ده هو كتعودته السنة فاته واتخد الدوري كتإنجاز يعني تعتقد أن كارلو أنشلوتي هيقدر يحقق المفاجأة ويأخذ العلامة كاملة بحصوله على دوري الأبطال السنة دي ريال مدريد يعني ما ينفعش وما ترهنش عليه في دوري الأبطال أنا ممكن أقولك يخسر في الدوري الأسباني زي ما يجعني كده يخسر في الكوبة درية بيحصل عادي جداً كاس الملك يخسر في كاس العالم دي يا رب إن شاء الله لكن ويرب يكون على قدينة ما هم أقول يا رب أنا في ساعة إجابة أنا فيسجع على ريال مدريد أقول دليل لأنه معنات معنات أنه يخسر في كاس العالم دي يعني اللي يكسب إن شاء الله ده إن شاء الله يحصل يا رب لكن كارلو أنشلوتي يقدر يعمل ده لهم مدرب عظيم حقق البطولة دي مع الريال حققها مع الميلان من المدربين الندرين الكيميات ومشي حتى مع الفرقة الكبيرة لكن واضح إنه في الفترة أخيرة المستوى بترنح يعني حتى أشوفهم ما خسره في كاس سوبر الأسباني بتلاتة مفاجأة جداً قدام الغريم التقليدي برشلونة تلاتة واحد ماتش غريب جداً وبعدين كسبوا حتى بصعوبة على قتلتكم مدريد اتنين واحد في الربع النهائي بتاع الكوبة ديري الكاس المالك وهو يلاعب برشلونة احنا المحظوزين على فكرة بالمواجهة دي لأن الكلاسيك والمرتقل اه يعني الجنب الثاني أو ساسونة وبالباو ماتشين لأن انت لو الاتنين طبعاً قل لو الريال راح هنا والبرشلون راح هنا هيلعبوا في النهائي ماتش لكن احنا هيلعبوا ماتشين فإحنا اللي كاسبانين صحيح هتبقى ماتشة قوية جداً ما مينفعش ما تطرهنش على الريال مدريد شخصية البطل موجودة عنده اه طبع اي اي رتق استدامة كمان على طول على طول ما عندهش القصة دي فهوه في دورة أبطال أوروبا وانت مغمض اسمها بطولة دورة أبطال مدريد فكل ما متقرب من النهائي أو من نهاية البطولة قصد يعني بيبقى هو بيستقوى السنة اللي فاتت والله ليفربول كان أفضل منه في النهائي بس شخصية البطل وعنده حارس مرمس من كورتوا وعنده بنزيمة وعنده وعنده يقدر يكسب بكل سن لدينا كده كده طيب يا حضرات احنا هنطلع فاصل سريع ونرجع عشان نستقبلكم في تاني فخرات الحوارية خليكم معنا